بسم الله الرحمن الرحيم إن اللغة العربية لغة عريقة عصيلة جمعت بين سهولة النطق وقوة التعبير وروعة البيان وفصيح العبارة وقد بلغت اللغة العربية ذروتها في العصر الجاهلي وفي هذه البرهة من الزمن أنزل القرآن الكريم الذي تحدث صحاء العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ماض عريق وتراث أصيل لا بد من الحفاظ عليه والتمسك به كيف لا؟ وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي وبها أنزل القرآن وهي لغة أهل الجنة اللغة العربية إلى أين؟ سيجيبنا فضلة الشيخ أسامة السيد على هذه الأسئلة ما هو أصل اللغات جملة واللغة العربية خاصة؟ لماذا سميت لغة الضاد؟ هل من إحصاء دقيق لعدد الكلمات العربية إجمالا؟ تفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأصل اللغات هو أصل واحد هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وفي هذا الأمر بيان على أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس كما قيل عنه في النظرية اليهودية التي تقول إن أصل الإنسان قرد أو ما يشاء عنه في بعض كتب التاريخ والجغرافيا أنه كان إنسانا متوحشا وكان يسكن المغاورة والكهوف وكان قصير القامة مهدود بالظهر وكان يتكلم بالإيماء والإشارة هذا فساد كبير جدا هذا هو ضد ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأصل اللغات جميعا هي من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وكان يتكلم العربية والسريانية والعبرانية وسائر اللغات هذا هو بالأصل أما بالنسبة للغة العربية اللغة العربية هي لغة عظيمة تعتبر أوسع اللغات على الإطلاق والإمام الشافعي رحمه الله قال اللغة لا يحيط بها إلا نبي اللغة لا يحيط بها إلا نبي نظراً لاتساعها ولشموليتها فاللغة العربية هي الآن كثير منها في المعاجم وتصور أن اللغة يعني مثلاً اللغة العربية لما استقصت من معاني كثيرة صاحب القاموس ألف كتاباً سماه الروض المسلوف فيما له إسماني إلى ألوف يعني معنى هذا الكلام أن بعض الكلمات في اللغة العربية لها آلاف الأسماء ولها آلاف المعاني يعني تصور مثلاً كلمة العجوز كلمة العجوز كثير من الناس حتى الدارسين يظنون أن العجوز معنى الرجل المتقدم في السن أو المرأة المتقدمة في السن لكن عدى السيد مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين عدى لها مئة وأربع معاني طيب يعني لو واحد نظر إلى هذا الكلام قد يقول لك أن هذا الأمر يعني هذه اللغة صعبة فيها مفردات كثيرة ومن سيحفظها كلها ماذا تقول هذا مردود عليه بالعكس هذا غنى هذا غنى اللغة العربية أثنى عليها المستشرقون الذين هم من العجم أثنوا عليها ثناء كبيراً وعملوا فيها عملاً كبيراً حتى هذه اللغة من هو إمام أئمة العرب على الإطلاق هو عجمي سيبويه سيبويه الذي يعتبر إمام اللغة ولسيماً النحو هذا الرجل كان عجمياً ما كان عربياً وأتقنها إطقاناً رائعاً جداً يعني وتجد كثير من أئمة اللغة والنحو والصرف والحديث والفقه هذه الفقه هنا كتب باللغة العربية لم يكتب بالفارسية أو بالتركية أو بالهندية أو بالأردية كتب باللغة العربية كذلك علم الحديث هؤلاء كانوا عجم ولأنهم وجدوا في هذه اللغة الغنى العظيم تألقوا بها تألقاً عظيما فنعود إلى كلمة العجوز مئة وأربع معاني ومن هذه المعاني المرأة الشابة يعني هي من ألفاظ الضاد عكس ما يظن الواحد نعم وكذلك أيضاً اسم للذئب واسم للأسد واسم للخمرة واسم لأنواع من نوع من التمر واسم للشامس يعني هذا غنى وهذه فرادة لهذه اللغة العظيمة ولماذا سميت لغة الضاد لأنهم قالوا لا يوجد كلمة ضاد إلا في اللغة العربية لا يوجد كلمة ضاد إلا في اللغة العربية نجد دي دي ولكن لا يوجد ضاد في أي لغة من اللغات نعم صحيح هل يوجد أحصان كلمات اللغة العربية هو أصحاب المعاجم يعني صاحب القاموس والقاموس هنا يوجد فائدة فريدة الآن يعني يقول بعض الأشخاص مثلاً أريد أن أذهب وأشتري قاموس لغة العربية أو العربية إنجليزي أو إنجليزي إنجليزي قاموس يسمونه قاموس أصل القاموس في اللغة معناه البحر المحيط البحر المحيط وكثير من الناس من يظن أن القاموس معناها المعجم هي بالأساس ليست كذلك هي بالأساس معناها البحر المحيط ولذلك صاحب القاموس سم كتابه على ذلك المعنى فهو اشتغل صاحب القاموس في كتابه هذا على كتاب الصحاح كتاب الصحاح وزاد فيه ثم شرح القاموس شراحه كثر وأشهر شرح له هو تاج العروس تاج العروس لمرتضى الزبيدي وزاد واستدرك عليه واستدرك على صاحب اللسان حتى جاء في أربعين مجلد لذلك لا يوجد أوسع من هذا الكتاب من كتاب تاج العروس لذلك سماه أهل الخير والفضل بخاتمة اللغويين هم بعض الناس يظنون لسان العرب لسان العرب له شهرة أكثر من تاج العروس لكن تاج العروس لما طبع وعتني به مؤخرا صارت له الشهرة الكبيرة فهو استدرك على صاحب القاموس واستدرك على صاحب لسان العرب ما معنى استدرك؟ أي أنه أتى بأشياء لم يأتوا بها من الكلمات في اللغات العربية وجود القرآن هذا الكتاب المبارك وباللغة العربية هل هو عامل للمحافظة على هذه اللغة؟ هو لا شك أنا أريد أن أقول شيء بعض الذين اشتغلوا ضد القرآن الكريم وضد الدين الإسلامي ذهبوا يعني الذين اشتغلوا في مناح كثيرة بعضهم اشتغلوا في منح ضرب اللغة العربية فإذا ضربت اللغة العربية معنى ذلك لا يستطيع الشخص أن يقرأ القرآن يعني إذا مثلا وصلنا إلى مكانه هذا الآن حقيقة يعني مثل أبناء المسلمين الموجودين الآن في الغرب هؤلاء كثير منهم من لا يعرف يكتب اسمه باللغة العربية لا يحفظ الفاتحة لا يعرف معنى كلمة في اللغة العربية فهؤلاء حاولوا وعملوا على إيجاد اللغة اللاتينية كبديل عن اللغة العربية في بعض الدول الإسلامية اشتغلوا على هذا الأمر الأغيار اشتغلوا على هذا الأمر لماذا؟ لأنه حتى يأتي جين مسلم لا يعرف شيئا عن القرآن ولا يعرف شيئا عن الأحاديث وحتى إن حفظ شيئا من القرآن لا يفهم معناه كيف يسهم القرآن والحديث في الحفاظ على اللغة العربية؟ الحفاظ على القرآن بأن يحفظ أبناؤنا القرآن الكريم وأن يحفظ أبناؤنا الحديث النبوى الشريف وأن نعمل في تنشئة اللغة العربية وتقويتها في نفوسهم هذا مما يقوي القرآن ويقوي اللغة العربية في آن واحد اللغة العربية لغة متكاملة برع بها القدماء بالخط والرسم وظهرت مدارس لهذا الفن العظيم ونشهد اليوم واقعا بعد ظهور التقنيات الحديثة من وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كتابة مستحدثة للغة كما قلت قبل قليل استعمال الأحرف اللاتينية في الكتابة وبعض الأرقام أيضا كما أن صارت استعمال هاي وباي في أدقاء التحية والسلام ماذا تقولون على هذا الكلام؟ هو العمل ضد اللغة العربية ومن أجل ضعفها هو ليس عملا حديثا يعني مثلا الشعر الذي يسمى بالشعر الحر هذا الشعر الحر هو ضرب لعلم العروض ولشعر القافية الذي وضعها شعراءنا بالماضي وصار كل من الأشخاص يأتي ويصفصف بعض الكلمات على أنها قصيدة على أنها قصيدة وإذا قلت له ماذا تفهم من هذا الشعر؟ لا يفهم شيئا يعني كلما أغرقوا في إبهام الكلمات كلما عندهم بزعمهم صار هذا الشعر قوي ثم جاءت لغة الصحافة وما فيها من الركاكة ثم بعد لغة الصحافة لغة التلفزيون والإذاعة وصار كثير من الذين يقدمون نشرات الأخبار أو البرامج يعني هناك سقط كثير جدا ضعف اللغة العربية نعم حتى الآن كثير من النشرات في اللغة العامية يعني الآن المرحلة الأخطر وهي الذين يلجأون إلى اللغة اللاتينية يعني في المراسلات وفي الكلمات يعني تجد كثير من الناس الآن مثلا مقابلة يستعمل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية يعني بعض مرات يريد أن يأتي بكلمة عربية يعصر ذهنه لشيء قليل فلا يستطيع فيستعيد عنها بكلمة باللغة العجمية مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية يعني صارت اللغة عربية لا تلبيه بينما هو الأساس الغنى والثروة في اللغة العربية وحتى يعتبرون أن هذا صار مثل البرستيج يعني أنه نتكلم الأجنبية مع العربية هم الذين مسألة البستيج هذه أولئك يتعمدون لكن البعض يعجزون يعجزون أن يأتوا بكلمة في اللغة العربية فيستعينوا باللغة العجمية لكن بعض الناس يعرف يعرف الكلمة في اللغة العربية يعرف الجملة في اللغة العربية لكن يستعيدوا عنها باللغة العجمية من أجل أن يظهر وكأنه رجل من عباقرة زمانه يجمع بين عدة لغات أما الآن مسألة التواصل الاجتماعي الفيسبوك ونحوه من هذه الأجهزة نعم يعني يستعيدون عنها حتى الكتابة يكتبونها بهذه اللغة اللغة اللاتينية هذا شيء مؤسف هذا يدل على عجز كبير جدا يعني حتى الآن بعض الخرجين من الجامعات من أبنائنا بعض الخرجين من الجامعات من أبنائنا لا يعرفون أن يكتبوا الإملاء العربي الرسم في الإملاء العربي يعني قواعد الهمزة أو القواعد التي فيها شيء من الغموض على بعض الدارسين لا بل هو أسهل من ذلك بكثير من وبالإضافة إلى رداءة الخط عدم الاعتناء بالخط قلة استعمال القلم نعم هشارنا الأقلم وصرنا نجع إلى هذه الكيبور لوحة مفاتيح ونحو صحيح مع العلم حتى نحن لا نريد أن نقول أن هذه الأجهزة أجهزة التواصل الاجتماعي الحديثة هي المشكلة فيها لا بالعكس يعني أنت تستطيع أن تقدم قصيدة رائعة من خلالها ولا أروع وهي مطوعة لك يعني هذا الكيبورد هذا مطوعة لك في الخير أو في الشر في الحسن أو في القبح في الرسم الإملاء الصحيح أو في الرسم الإملاء السيء هو أنت كما تفعل هو طبعا هذه آلة نعم طيب والسؤال الأخير في هذه الحلقة فضيلة الشيخ ما هو السبيل للعودة إلى التراث إلى لغة الأباء والأجداد لغة الضاد يعني مثلا أريد أن أقول لك شيء من المؤسف يعني بعض الأحزاب هناك أحزاب عندنا أحزاب قومية نعم يعني قومية عربية أحزاب قومية عربية يعني من أهم الأهميات عندها هو الاعتناء باللغة العربية يعني حزب القومي مثلا حزب قومي عربي أو هي أحزاب كثيرة جدا فترى رئيس هذا الحزب يقوم ويتكلم ويخطب بغض النظر بصرف النظر عن مضمون الخطاب نحن الآن لن نتكلم عن مضمون الخطاب إنما نتكلم عن مبنى الخطاب تجده وكأنه يتكلم باللغة الفرنسية أين لغته العربية التي يعتز بها والتي يفاخر بها والتي والتي حتى إن كثير من الناس الدارسين المتخصصين يعني شخص مثلا لم يتخرج مثلا من الفيزياء أو الرياضيات إنما قد يكون تخرج من اللغة العربية من كلية اللغة العربية ويتكلم ويحاضر باللغة العربية وتجد الله أنه يلحن لحنا عجيبا غريبا فإذن ماذا تقول بهؤلاء الطلبة الذين كل واحد منهم غض البنان في هذا الفن وفي هذا الأمر فلذلك صرته تجد أن اللغة العربية كأنها أضيع من الأيتام على مآدب اللئام يندر من يعتني بها من يهتم بها إن كان في المحاضرة أو كان في المراسلة أو كان في التأليف أو في التصنيف أو إلى ما هناك لذلك ينبغي على كل من عندهم مسكة عقل يحب هذه اللغة الحب العظيم ينبغي أن يتنبك بعض كثير من الشعراء حتى غير المسلمين من اللبنانيين وهم معروفون كانوا يحفظون القرآن الكريم لتقوى لغتهم من غير المسلمين شعراء لبنانيين من الشعراء المعروفين كانوا يحفظون القرآن الكريم وتجد أثر القرآن الكريم تجد كثير من الآيات في تصانيفهم وفي نصوصهم وفي طريقة كلامهم نعم صحيح هو المشكلة الآن أنت إذا سمعت مثلا أب هل يأتي أب لأولادهم من أجل ما يعرف باسم درس إضافي في كلمة الدرس إضافي ما بيجيب درس إضافي لأولاده يتعلموا لغة عربي يعلموا لغة عربي أو دين منقوذ هذا الشيء صحيح ربس إنما رياضيات فيزياء كيمياء لغة إنجليزية أما هل سمعت من أتى لولاده يعلمه الرسم يعلمه الخط أو يعلمه أمر الدين هذا نادر جدا هو منطلق أنه يقولون يقولون أنه هذا الشيء هذه اللغة لن نستفيد منها في حياتنا في الشغل هذه الفكرة هي الهدامة هذه هي الفكرة الهدامة لأجل هذا لا يهتمون بوضع أستاذ صحيح هذه فكرة هدامة أنهم يقولون نحن لا نستفيد في الشغل نستفيد في العمل يعني هذا ولدك بالنتيجة وولدك وينبغي يتعلم لغته وإذا أراد أن يقرأ القرآن كيف يقرأ القرآن الكريم بغير هذه اللغة العظيمة نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ والآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونقول في الختام هذه هي اللغة العربية هذه لغة القرآن ولغة أهل الجنة ولغة نبينا محمد عليه السلام هذه أعظم اللغات قاطبة التي حفظ الله بها ديننا وفقهنا ومنطقنا عودوا إلى أحضانها فيها ربوعنا وعندها مضاربنا إنها اللغة الغنية بالمعاني والمترادفات والأسماء والصفات إنها لغة العربة بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر